بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله متابعين الكرام وانطلاق تدريبية إدارية اليوم بإذن الله عز وجل يبين فيها ضيفنا الكريم نقاط القوة والضعف ومتى ترحل ومتى تبقى وضبط هذه العلاقات باختصار الهروب أم البقاء باسمكم ورحم بضيفي الأستاذ الفاضل محمد عفيف القرفان الماسترو والمدرب العالمي حياك الأستاذ محمد الله يحييك شرف الله في وجودك شرف لي دائما يا رب العز وجل الله يبارك فيك سلمي موضوعنا لا يحتاج لحلقة والله يبيل حلقات يبيل حلقات خاصة أن كثير من الناس يخسر نفسه يخسر أصدقاء المقربين يخسر كثير من علاقاته بسبة عدم اختيار التوقيت الصح والقرار الصح في الوقت والمكان الصح لكي يعني ينطبق عليه فعلا أبقى في هذه العلاقة أم أغادر أرحل عنها وكثير من الخسارات تكبر بسبب إصرار البعض بالتمسك ببعض العلاقات القديمة التي ممكن آلامها أكثر من آمالها وكثير أتوقع من القصص عندك في هذا المجال في مجال التدريب نعم صحيح هو قرار من اثنين صح أبقى أم أغادر يعني قرار البقاء التي جعلتك مريضا غادر هذا ملخص المدرسة أدوستايفسكية سنسميها هكذا المدرسة أدوستايفسكية المدرسة الثانية سنسميها المدرسة الرومية جلالدرونرومي هي تقول لا تغادر تألم حتى تشفى وهو يقصد لا تهرب مما يؤلمك واجه لا تهرب مما يؤلمك تألم حتى تشفى السلام عشان شذي نقول لك اليوم الفعلا لأن كل واحد الآن قاعد يشوفنا قاعد ينزل على بعض العلاقات بعض الصداقات بعض الزمالات الموجودة في بيئة الأسرة العائلة الزواج العمل المسجد وغيره فعلا سننطلق بعد الفاصل معك سيد محمد بإذن الله متابعين الكرام فاصل ونواصل بعد ذلك فكونوا معنا وإن زينوه بتوفيق ربي ما ضرني وإيماننا فوق كل الجراح نسير به في طريق الفلاح رباط يسود سماء القلوب بلين ورفق وخفض جناح نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضاته رب العباد نسير إلى الله نرجو السداد حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام أثناء لقاء موسى عليه السلام مع رب العالمين في جبل الطور اشتاق موسى عليه السلام أن يكون بمعية الرب سبحانه وتعالى فقال يا رب خلني إليك قال لا يا موسى ارجع إلى الناس واصبر على لأوائهم وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من ناس من الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ليش على بالي الموقفين السادة محمد مصاحبة الناس ليست مريحة لا بد فيها من أذى وصبر ومجاهدة ومصابرة والتحمل و ألم و مكابدة و آلام بالضبط و جرح للقلوب و للمشاعر و الأفكار و استهزاء و تنمر و غير من الأمور التي ممكن أن تجرح هذه العلاقات أثناء المصاحبة أو المزاملة أو غيرها لذلك نحن اليوم لما نبني أنموذج إن صحة تعبير سادة محمد لكي يقيم الإنسان هذه العلاقات يحتاج منها أتوقع إلى حجم كبير حتى بداية يشخص هذه العلاقة ثم يضع لها الرتبة المناسبة ثم يدرس هذه الحالة أتوقع ثم يستخرج قرارا في الاستمرار أو البقاء أو المغادرة أو المغادرة أفضل من البقاء في هذه فلذلك المدرستين الآن في البداية خلن نشرح المدرستين آراءهم معتقداتهم أفكارهم ثم ننزلها على واقعنا وأتوقع عندك قصص كثيرة في هذا المجال ذكرت إياهم أكثر من مرة نعم الآن اللي نبدأ بما بدأت به الآن هي الصبر على الناس وتعامل أذىهم وهي مدرسة البقاء أيوة اللي هي مدرسة رومية التي ملخصها أنك لا تهرب مما يؤلمك واجه تألم حتى تشفى هكذا بالصيغة بمعنى واجه ظروفك التي تعيش بها وهذه المدرسة هناك مدارس كثيرة تمشي بهذا المسار تسير بهذا الركب المدرسة الأبيقورية مدارس كثيرة جدا هي مدارس تتبع لفكرة البقاء للاستشفاء في ذات المكان ممكن أول شيء ترى عظيمة المكان البيئة اللي تمرضني هل إيه راح تشفيني أيضا سنأخذ المدرسة الثانية لكن قبل الذهاب للمدرسة الثانية لننوه باستمرار أننا هنا لا ندفع باتجاه مدرسة معينة أنت تقرر ظروفك وظروفك هي التي ستساعدك في اختيار أي مدرسة تتبع سواء المدرسة الرومية أو المدرسة الدستايفسكية الآن في المدرسة الثانية مدرسة دستايفسكي هي المدرسة التي تحفز المغادرة أو تشجع على المغادرة وهي ملخصها أنك يجب أن تغادر يعني البيئة التي آلمتك لن تشفيك غادر هكذا يقول دستايفسكي بيئة مريضة ممكن تمرضك نعم يمكن أن تستمر في هذا المرض أو لا تشفى المغادرة هو الحل أو هي الحل في هذه المدرسة ستجد مثلا الشافعي من هذه المدرسة يا السلام شافعي يتماهى مع مدرسة دستايفسكي بالحرف تماما يدعو دائما للمغادرة طبعا طبعا يدعو المغادرة ما في المقام الذي عقل وذي أدبي من راحة فدعي الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عن من تخالله وهذا طبعا في مسائل يعني شوفه مثلا قال في نفس القصيدة قال إني رأيت ركود الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطيبي والأسد لولا فراق الأرض مفترست والسهم لولا فراق القوس لم يصيبي هذه مدرسة تتبع لمدرسة دستايفسكية علما الشافعي طبعا أقدم شافعيا نسميها هذه المدرسة الشافعية تؤيد المغادرة أو تحفز المغادرة أو تشجع على المغادرة إذن تقر هذه المدرسة أن البيئة الممرضة يجب مقادرتها نعم البيئة التي أمرضتك البيئة التي جعلتك سقيما غادرها لأن الفرصة توجد خارج تلك البيئة الآن لدينا مدرسة ثان حلو سنوسع الحديث قليلا حول تطبيقها النظرية الآن على الواقع نعم نمزلها على العلاقات الاجتماعية الوالدية الزوجية زملاء العمل زملاء الدوانية من تواجهه في الناس في المساجد يعني نرى حتى في بعض علاقات المساجد اختفى رجل من المسجد أين فلان وين راح والله صار خلاف بينه وبين أحد المصلين فاختار مسجدا آخر اختار على طول رأي الإمام الشافعي نعم إذن هو هو ظروفه قالت له ذلك هناك أشياء ستساعد إما على البقاء أو المقادرة يعني أنت ظروفك أعلم بها لهذا السبب لن نحفز ولن نشجع ولن نتماهى ولن ندفعك باتجاه أي مدرسة من المدرستين أنت تقرر ظروفك ولكن تقاس على العلاقات الزوجية تقاس mee على العلاقات الأصدقاء تقاس في علاقات العمل مدير مع موظف و موظف مع موظف زميل مع زميل الوالدية لا العلاقات الأسرية اللي هي الأب و الأم اللي هي الأسرة الأساس لا مجال ايك المجال لهذا نهائيا أجلنا حلقة بروحي القيادة والدية بروحي هذه ما فيها وين تذهب أنت مطلوب منك بالعكس أضبط العملية والمواجه وصلت الرحم وكل هذا يشجعك على البقاء أي أن كانت الظروف والظروف النادرة في هذا الشأن الظروف التي هي الظروف سيدنا نوح مع ابنه سيدنا لوط مع زوجته هذه الظروف النادرة الشواذ وليست القواعد القواعد الأساسية هي تلك القواعد التي تبنى على أساس العلاقة في البقاء أو الرحيل في البقاء أو الرحيل والعلاقة الأسرية من أب وأم وأخوة مثلا وزوجة وأولاد هذه لا مجال فيها إلا للبقاء حتى مع الأخوة وصلت الرحم لا مجال فيها إلا للبقاء مع الحفاظ على المسافات التي تحمي كل يتأذى من البعض أيوة هناك شيء ذيك سوف تتعامل معه ممتاز ممتاز دعنا ننزل ذلك على زملاء العمل بمعنى الرئيس والمرؤوس هل هناك علاقة ممتدة؟ بعض العلاقات بين الرئيس والمرؤوس مثلا أنه بعد الدوام دائما الرئيس يدق على تعال ناقصني كذا بعض الرؤساء ممكن يدق سولي أوراق والدي في الجامعة فالبعض الآن أصبحت تبعية عبودية فيها إذلال فيها تجاوز للحدود هل يحق للموظف في تلك اللحظة أن يتخذ قرارا بالمغادرة ليش؟ يا أخي مديري ومضبوط مديري إذا لم تتواجه إذا واجهت تخافي نزل تقييمي فالبقاء أم الرحيل أم كيف يتعامل مظروف ظروف المرء هي التي تقول ذلك سأعطيك مثالا تواصل معي شاب وهو واحد من عيالي اللي يعني يحضرون في دوراتي دك علي من الأسبوع لطاف نعم قال لي الآن هناك معركة تحصل بين مديري ومدير آخر وعلاقتي جيدة مع الأثنين بس قاعد يستخدموني بيدك أيوه تمام يعني أنا جيد مع هذا وجيد مع ذاك وأشعر أن هناك معركة أنا أدخلها قلت لها قلت له تلك ليست معركتك أيوه قال لي لماذا فأنا أعرف يعني عندي بنات عنه سابقة يعني أعرفه جيدا فقال لي ماذا يعني أداحر لا لا أداحر ولا تكون بيدقا ولا تكون أداة بيد أحدهما لما هناك سبب ما له علاقة في العلاقة معهما السبب أنه هو لا يرى نفسه في هذا المكان أساسا في التراكمات سابقة هو ليس في هذا المكان هو ذاهب لمكان آخر يعني هو مغادر يعني هو مغادر إذن هي ليست معركته إذن البقاء خسارة خسارة و المداحرة مع أحد المديرين أو كلاهما ما رح تفيد لأنه ليس مكانه و هي ليست معركته و هي ليست حربه فبالتالي عليه أنه غادر فالمغادرة في هذا الشأن مثلا أساسية أما لو ذهبنا للمموذج آخر بين علاقة المدير و موظفه و وجدنا أن هناك أمل في تلك العلاقة ممكن تصحح ممكن يكون البقاء هو الحل إذن ليس دائما المغادرة غادر و ليس دائما أنت دستويفسكيا و ليس دائما روميا هل عليك أن تقرر الحالة نفسها و ترى تفاصيلها في هذه التفاصيل ستعطيك مؤشرات اللي بسموه الفلاكس ستعطيك مؤشرات على الطريق أن هذا سيدفعك للمغادرة أو البقاء أتوقع في متلازمة معينة يصاب فيها الموظف عند إقدامه في أول شهر عمل كون أنتقل من بيئة في منطقة الراحة إلى منطقة العمل أصدقاء جدد علاقات جديدة فكثير منهم و رأيتها حتى عندنا في بيئة العمل في التربية و التعليم أول سبوع و سبوعين أنا أقدم استقالتي أنا لا أستطيع أن أقعد معكم أنا أحس أن هذا المكان من أدخل الأكسجين لا يدخل أموت فكثير منهم فعلا أستاذ محمد قرر الرحيل لكن بعد مدة أربع أو خمس سنين قال والله تحسفت أني طلع القرار غير ما كان صحيح بس في لحظة الاندفاع كيف تعالج صحة اتخاذ القرار بمعنى هل هناك أنموذجا مثلا أو الابلوكيشن يحل عشان أنا والله أقدر أقرر أحتاج حقيقة موجه في هذه المرحلة مستشار أنت قلت أنت سألت وأجبت الآن المسألة هنا تحتاج وقفة مع نفسك خاصة الشباب المتفضلين المعينين الجدد إذا أنت وجدت أنك لا تستطيع اتخاذ قرار بهذا الشأن وجدت نفسك ما عندك ما يكفي من الوعي لأن تتخذ قرار البقاء والمغادرة اسأل خبيرا يعني اسأل خبيرا ولا تبعد كثيرا يا سعيدي يمكن الخبير هو والدك ممكن خالك ممكن عمبك إذا ما وجدت من هؤلاء اذهب إلى خبير ما في بأس اذهب إلى خبير المساعدة في هذا القرار ولو كان بدفع أموالها ما في بأس ما في بأس لأن أنت رح تدفع مثلا تدفع لك 100 دولار هنا لكن أنت داركت مصيبة مستقبل كامل بجلسة حليتها مع مستشار أو خبير فأنت لست منقطع الوسائل أنت لست متقطع بك السبل أنت لديك الحلول ولديك الوسائل إذا وجدت نفسك غير قادر ولست بالوعي الكافي لتتاهد قرار مغادرة أو بقاء استعن بالمستشارين الآن لو سألتني عن منهجية سألتني عن منهجية لو سألتني عن منهجية ما في بأس هناك محركين أساسيين في اتخاذ قراراتنا المحرك الذهني العقلي والمحرك القلبي الحسي والصراع بينهما أزل وهو عزلي ولم يتم حسبه بعد ولن يتم ولن يتم فهناك قرار أنت أبدأ في شعور دعنا نبدأ بالمشاعر لأننا الأسرع نعم أبدأ بشعورك شعورك تجاه ذلك القرار كيف وجدته إذا وجدته باتجاه معين أعرضه على الأقل أعرضه على الأقل واشرة وتخير الآن أنت الآن يعني أعرضه على الأقل بمعنى أحضر البيانات وأدرس الأمر وأشوف الميزات والعيوب طبعا تكتب ثم بعد ذلك تتخذ القرار وهي طريقة كما تسمى بطريقة بن يمين فرانكلين أحد رؤساء السابقين للنمات والتحديد وهي أنك تذكر عيوب الأمر وميزاته ثم تفاضل بينهما ثم إذا غلبت الميزات يكون القرار إيجابي غلبت السيئات يكون القرار سلبي إشكالية هذه المنظومة هي إشكاليتها أنك أحيانا تميل إلى ما تميله نعم نحن القاعدة الشرعية الفقهية خالف هواك الله خالف هواك لأن هوى النفس يغلبك فيسحبك إلى جنب الراحة دائما يسحبك باتجاه معين الآن نذهب إلى منطقة الراحة إلى فكرة منطقة الراحة في هذا الشهن منطقة الراحة لو سألتك وعبد الرزاك خانس والفان وياك نعم لو سألتك منطقة الله ينعم إليك منطقة الراحة تتبع تتبع لأيهما هذه هي تتبع للمغادرة أم للبقاء البقاء تتبع للبقاء هذا اللي قاعد في منطقة الراحة لهذا السبب ستجد الناس التحفيزيين المتحدثين والمستشاريين والخبراء في هذا الشأن دائما يقولك غادر منطقة الراحة غادر منطقة الراحة يحب الحركة نعم لا شك لا شك مدرسة الشافعية أو مدرسة دستوفسكية أنا شخصيا أرى أنك أنت في الحالتين مصيب يا السلام أنت في الحالتين مصيب سواء كنت روميا أم شافعيا أم شافعيا في الحالتين أنت مصيب يعني إذا كنت شافعيا دستوفسكيا وتريد مغادرة منطقة الراحة هذا يعني أنك استكفيت منها يا السلام انتهت المنطقة بالنسبة لك يجب أن تغادر فعلت كل ما تستطيع فعلت كل ما تستطيع للبقاء ولكن لا جدوى ولم تعد هذه المنطقة تضيف لك شيئا فالمغادرة صحيحة توقف العطاء خلاص انتهى انتهى توقف العطاء كل شهاد في العلاقات الزوجية أيضا أما إذا كنت من أنصار المدرسة الرومية فالبقاء في تلك المنطقة طالما ما زلت تتعلم بها وتكتسب منها وتستفيد منها المغادرة صحيحة أنا ما زلت أتعلم وأستفيد وأتطور وأكسب خلاص إذا لماذا تغادر ماذا تغادر إذا أنت في الحالتين مصيب ولكن عليك أن تدرك قيمة المغادرة أو البقاء تحتاج دراسة طبعا نطلع فاصل إلى الآن في المحور الأول ما زلنا ما زلنا صحيح صحيح متابعين الكرام حلقة جميلة وإياكم مع الدكتور والأستاذ الفاضل محمد عثيف القرفان فاصل ونواصل بإذن الله وإن زينوه بتوفيق ربي ما ضرني وإيماننا فوق كل الجراح نسير به في طريق الفلاح رباط يسود سماء القلوب بلين ورفق وخفض جناح نسير إلى الله نرجو السداد ونطمع مرضات رب العباد نسير إلى الله نرجو السداد حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام في رحلة البقاء أهم المغادرة قرار صعد وما هو هين وفعلا الأستاذ محمد يزهر خير قبل الفاصل بيّلنا أن هناك مدرستين الرومية والشافعية عن صحة التسمية الأولى تدعو للبقاء والأخرى تدعو المغادرة وكل الأمرين صحيح وكلهما نسبي وليس من غادر بعد الأخب عن الاعتبار المعطيات المعطيات اللي قلنا فيها أن الإنسان يضع تلك الإيجابيات وتلك السلبيات ويدرس هذا القرار وبيّننا الإشكالية في الموظف الجديد ذلك الموظف الذي يستعجل في اتخاذ القرار ويغادر ثم يتحسر بعد مضي السنوات والسنين مثل اللي يعرض عليه مثلا بيت يشتري بعدين لا ما بيقال فاتخاذ القرار يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى بناء علمي ومعرفي ضخم يحتاج إلى مستشار مثل ما بيّنت حضرتك قبل الفاصل أن كل إنسان ما يمنع أن يكون في حياته مستشار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المستشارة مؤتمن فهذا المستشار تراكمت عنده الخبرات المعارف المعلومات المهارات فلما يعطيك رأي رح يعطيك على بناء منطقي وايد جيد عشان تتخذ مننا القرار الصح في العلاقات أحد الأخوة في رمضان الماضي اتخذ قرارا بإيقاف التواصل الاجتماعي في جميع مواقع التواصل في رمضان وش قرار وقلت لد يعني دي دكتور اكتب لنا التجربة حقيقة في كتاب سما الصيام الالكتروني وأيضا الآن يصنف في الجامعات أيضا الصيام الالكتروني جزء من العلاج الهوس اللي يقع فيه كثير من الناس لذلك تلاحظ كثير من الناس بعد مدة يقول لك لا والله أنا حذفت تطبيق كذا وأنا ما قمت أدخل تطبيق كذا بدأ يعالج نفسه من الهوس الذي وقع فيه بالمغادرة وعدم الاستمرار وهذا معدل وعي أنا شوفه ممتاز طبعا ففعلا في التواصل الاجتماعي هل هو مشابه للتواصل الحقيقي تماما نتخذ في القرار ونوقف ونكمل تماما مع بعض الفروقات أن التواصل الاجتماعي معروف وهنا لك التواصل الاجتماعي الرقمي يعني التواصل الاجتماعي هو العلاقة المباشرة مع الأشخاص والتواصل الاجتماعي الرقمي ديجيتال عبر وسائل التواصل المعروفة نعم صحيح أنت تغادر تطبيقا ما ما هو تطبيق صار بمثابة شخص صار بمثابة ما هو مكون طالما ما هو مكون صح حتى لو كان معنويا وإلى أنه سوفتوير مكون معنوي فبالتالي حتى لو كان مكونا ومعنويا فتعامله مع عملت الشخص وتغادره البقاء في ذلك التطبيق أو مغادرته أنا شخصيا غادرت للتويتر قبل لا يصير X ولم أعود إليه مرة أخرى مثلا يعني أبدا ما غادرته من الآن صلي قريب العشر سنوات وتشعر بالتشافي والحرمية في اتخاذ القرارات مرتاح جدا يمكن حتى في بعض المدمنين يتأخر في اتخاذ القرار سيد محمد ولاحظوا في كثير من العيادات والجمعيات الخيرية يتأخر في اتخاذ القرار ثم يتحسر بعد ذلك هناك نوع من الدوبامين الذي يصاب فيه كثير من الناس في الأماكن الخطأ كيف يشعر أو يستشعر الإنسان بوجود هذا السنسر أنك أنت في مرحلة خطرة أبدأ في المغادرة وابدأ في جراءات المغادرة خاصة إذا كان عندك الدوبامين مالك سيء يعني من رفقة من مخدرات أو مسكرات من لقاءات وتعارف وعلاقات هذا صحيح أحد العلماء مره قام بعملية أو بتجربة يعني أحضر ضفدع ووضعه بوعاء من الماء وذهب بالوعاء ووضعه على النار ثم بدأت المياه الماء بدأ الماء يصبح حارا يعني ساخنا تدريجيا نعم الله ينعم عليك الضفدع ما قفز الماء بدأت تغلي لم يقفز ازداد الغليان لأقصى حد عند الماء لم يقفز الضفدع فمات غريبة لم يتخذ قرار المغادرة رغم كل المؤشرات اللي حاوله تقول له غادر يعني النار شغالة والماء قع يسخن والحرارة ترتفع والحرارة ترتفع وهو مرتاح قاعد في منطقة الراحة كما يقولون جالس في منطقة الراحة أنا في مقال سميتها كاثوة بلغة الإنجليزية الضفدع لم يقفز هو لم يقفز في الوقت طالما بدأت الحرارة تتغير غادر غادر وهذا حالة رمزية الآن هي حالة رمزية لتبدل الحرارة حولك أنت ستدرس الحالة هناك أشياء تتغير فيه متغيرات قاعدة تصير هذه المتغيرات إذا ناسبتك اجلس ابقى كن روميا ولكن إذا لم تناسبك كن شافعيا ولكن بعد دراسة طبعا طبعا أنت يجب أن تدرس الحالة أنت سأقول لك مثال سهل جدا إذا كنت في بيئة تتناسب مع قيمك ابقى عندما تبدأ بتغيير قيمها وتختلف مع قيمك غادر هذا مؤشر هذا مؤشر أنا في بيئة طالما تناسب قيمي قاعد زين أصبحت قيم البيئة لا تناسب قيمي تختلف مع قيمي إذن قرار المغادرة أصبح جائزا قيمك لم تعد موجودة فهذا الشأن يعني هو واهب وينسحب على كل شؤون حياتنا سبحان الله أحد المشايخ في أحد الدول كان العربية هاجر إلى مكة منذ أربعين سنة فسألته كنت أشتاق يعني قال لا لا أشتاق للذي هو فوق الله اتخذ قرارا بالمغادرة منذ أربعين سنة ولم يتألم لحظة واحدة ففعلا يوم ذكرت القيم اختلفت القيم في بلاده نعم فضربت وضربت المفاهيم والأسس والعقائد والآداب والإحترام والذوق فأصبحت الحكمة بالمغادرة إذن الحكمة حتى في الهجرة الآن كثير من مع الأسف الشباب العربي اللي نشوفهم في البحر البيض على الأسف يسقطون غرقا وغيرا اتخذوا قرارا بالمغادرة ولكن يمكن إلى الجهة يعني ما أدري شنو معطياتهم سافر تجد عوضا عن من تفارقه وانصف فإن لذيذ العيش في النصبي الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراقبا كثير لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها ولكن الأشكالية أستاذ محمد أن الهجرة سعاد تكون إلى بلاد الكفر إلى فيض نعود الضوابط نعود الضوابط تدرس الحالة طبعا هي حالة تدرس بدقة متناهية لكي يصبح القرار صحيحا أنا ما أريد أن أغادره فقط طبعا ولأني الله ماشي لحظة أنت تغادر الآن كالمستجيري من الرمضاء بالناري يعني أنت ممكن تغادر من منطقة فيها سيئة إلى منطقة أسوأ ما سوينا شيء بالعكس أنت الآن قرارك غير صحيح فإذا أنت هناك قياسات وقلنا أجملها وأفضلها وأنبلها الأخلاق إذا القيم تغيرت علي أصبح ما عد مكاني أن أغادره وهذا ينسحب على كل شيء في حياتنا في علاقاتنا وفي انتماءاتنا الآن هناك أشخاص يتخذ قرار يقول لك لا أنا أريد أن أبقى في تلك العلاقة والعلاقة تؤذيه ممرضة علاقة مؤذية علاقة ممرضة العلاقة تتوديه مستمر مستمر خلاص هذا قراره يتحمل نتائجه يتحمل نتائج قراره هو الآن قرر أن يكون روميا علما كل المؤشرات مع الشخص دستويفسكي سيغادر سبحان الله إذن الناس يختلفون في هذا و لا يمكن أن تفرض رأيك على الآخر يعني إذا كنت أنت شافعي التوجه أو يعني دستويفسكي التوجه و رأيت شخصا روميا التوجه هذا معناه أنه خلط لا مغلط و إذا كنت روميا و رأيت شخصا دستويفسكيا هذا يعني أنه خلط هذا له ظروفه و هذا له ظروفه البقاء أو المغادرة قرار و هذا القرار يتخذ بناء على مجموعة من المعطيات و أنت تتحمل نتائج بعد ذلك أنت متحمل نتائج في كل أحوال هل هناك مدارس أخرى و لا فقط مدرستين على مستوى العالم؟ ما نستطيع أن نوجد أصلا أنا يعني لما أبحث ما وجدت حتى منطقة في المنتصف يعني ما وجدت منطقة واحد ريل في رمادي ما في رمادي يا أبيض يا أسود يعني في هذا الشأن في هذا الشأن تحديدا في الأمور المحددات المصيرية لم أقرأ و لم أجد أن هناك منطقة وسطة يعني منطقة شخص قدم في المنطقة الاستمرار و البقاء و قدم في منطقة المغادرة ما وجدت يعني صعب ما هي أما بقاء أو مغادرة أصلا هي وجود القدمين واحدة هنا و واحدة هنا متعب و مرهق و غير صحيح أعتقد أنه غير صحيح المسألة تحتاج حسما في هذا الشأن أنت هل من جماعة البقاء أو جماعة المغادرة البقاء و المغادرة مبدأ فلسفة حياة سبحان الله دائما اتخاذ القرار إنما هو تحدي و التحدي ممكن أن يضع الإنسان فيه بعض المشاعر و بعض المحبوبات يعني خلاص ليس من نظر أن يزيلها خاصة في اتخاذ القرار المغادرة في الحياة الزوجية و نرى الكثير من من اتخذ هذا القرار يصاب بمتلازمة أنصحت التسمية بعدة أمراض بعد المغادرة من أفكار من أحلام من توددات من هدايا كل ما في الوجود يرجعك إلى ماضيك ذلك هل ممكن أن يعالج و لا نقول لا ارجع أحسن لك و لا ينسحب هذا على علاقة الزوجية نعم و ينسحب على علاقة العمل نعم سأبدأ بالعمل ثم أعرج على الزوجية قبل أن نتعلم في العمل أنا أنا مستشار ميهني و كوتش يعني ميهني كارير كوتش لما يأتيني مغظف و متغذ قرار المغادرة يعني هو أو معارف هل يغادر و لا يبقى أو يبقى سأجلس معه و أتباحث معه في كثير من الأشياء عندما أجد أنه واصل مرحلة صعبة جدا في علاقته مع مؤسسته أقول له البقاء أذى لك و للمؤسسة أذى لك أنت ستؤذي نفسك و تؤذي مؤسستك أنت وصلت إلى مرحلة خلاص ستغادر إذن غادر لا تضيع وقتك في البقاء و هذا بيكون رأيي مستند على مجموعة من الحيثيات و البيانات و التفاصيل الآن أيضا هذا ينطبق على الحياة الزوجية الحياة الزوجية نحن الطلاق فكرة الطلاق الإسلامي هذا فكرة الطلاق نفسه أخذوها الغرب مننا متى؟ من زمان فكرة الطلاق ما عندهم ما عندهم استوردوها مننا فكرة لأنه هو حل إذا استعصت الحياة إذا تشابكت المساء خلاص استعصت ما لم تعود استعصت الحياة بين الزوجين يابدنا حلقة حق الطلاق حاولنا أخذنا حلقة و الله ننزل فيها تلك نسقط هذا المبدأ على البقاء و المغادرة البقاء و المغادرة بإذن الله كل شكر و التقدير وجودك معنا ساذ محمد الله يبارك فيك و الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام و نشوفكم على خير في حلقات قادمة إلى اللقاء